اهلا بحضراتكم مشاهدين متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان تغطية خاصة عن أزمة الأرز للمحتكرين والمحتفظين بلغرض الاستخدام الشخصي الدولة المصرية دائما بتحرص على حل الأزمات وجهت الحكومة رسالة طمأنة إلى حائز سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم والذي يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فورا إلى اختار مديريات تموين في نطاق محل إقامتهم بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم بأن قيامهم بالإبلاغ عن الكميات التي لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم وأكد مجلس الوزراء على أنه على العكس فإن الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة عند انطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات الأخرى مضيفة ومتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية والتي ستراعي مصالح الجميع وشدد مجلس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز في مخازن التجار والموردين ويختفي من بيوت المصريين وأكد مجلس الوزراء أن الهدف من القرار هو مواجهة ما نتج من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام وحجبها عن التداول مما نتج عنه نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق فضلاً عن ارتفاع ثمنه وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر يوم أمس قراراً يقضي باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية التي يحضر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها كانت هذه تغطية خاصة عن سلعة الأرز للمحتكرين أو للمستفيدين بغرض الاستخدام الشخصي شكراً ودمتم وإلى اللقاء